بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ان شاء الله بنكمل البلاي لست الادفانسد وبنعمل اخر جزء المتعلق بالسي اي سي دي في اي او اس كنا عملنا اربع فيديوهات كده متعلقين بالسي اي سي دي وكيفية ادارة السي اي سي دي في البروجيكت بتاعنا وفيه مع بعد واحنا ماشيين في الفيتشرز هنعمل ده براحتنا من غير ما نقول نفس الستيب تاني انني بقى على طول من اغلال دي والدنياء تبقى ماشي كويسة سؤال واجابة سريعا عشان نخل fund ده قصير هل ينفع ان انا يا عمر اللي عملته في الاندرويد وباست استبقى. ينفع عملو في اي او اس συνفگ نافع يعني ينفع ينفع يا عمر hemdistribute اي اس في في اي او اس بنفس الberoس الخطوة اللي عملناها بنفس الطريقة بنفس كل حاجة وهنعمل في في اي او اس و cartoons فيه كل حاجة اه ينفع. اقي ب defe عمر ما نعملش كده؟ اه اي ما نعمل طب انت ليه بتشرح تستي فلايت او انت ليه بتستخدم تستي فلايت انا بجد ان الافضل للاي او اس تستي فلايت اريح لي بحيب افتح اكسي كود كده على مزاجي ازبط التظبيط اللي انا هيزبطها اغير الفيرجن اغير البيلد نومبر ادلع الكلام اعمل اركيف وارفع لتستي فلايت هي الطريقة من قبل عشان انت تقدر تست بتاعتك في مرحلة الستيجنج او في مرحلة الديفولوب منت عشان تبعت الكلام ده للتسترز بتوعك ماشي 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 طيب في خطوات انا مش عارف اعملها معك في الفيديو ده الفيديو ده هيبقى صغير جدا على ما اعتقد لانا اغلب الاستيبس انا عملتها انا بس اشرح لك اوعى وعملك ايه اللي انا عملته لانا انا مش عارف عامل اندو في الحاجات دي مش عارف اعمل برانش ليه واعمل برانش ليك. واشطح لك تاني لان سنبعت بعد او اول حاجة اتا محتاج ابل اول او اخري ا purchased وصلت اليها واخر حاجة فاكرها كان بمية دولار في السنة. وكل سنة بتدفع له مية دولار. بعكس جوجل. بتاع جوجل. اخر حاجة برضو معلومة وصلالي. كان خمسة عشرين دولار للأبد. ما بتجددش ولا بتدفع ولا بتعمل. لكن قبل بتطلب منك كل سنة تدفع مية دولار تجديد على حد علمي. لو فيه جديدة انا معرفوش. طيب. اه اول حاجة انت محتاج انا معيش انا معي بتاع شغلي. او اللي معي بتاع شغلي. طب انا عملت ايه? شفت واحد صديق ليا استقسنته في اكاونت شخصي لي. اداني اكاونت شخصي. طيب وجهتني مشكلة ان سواء الاكاونت بتاع الشغل بتاعي او سواء ايا كان بيدوني اكسز على الميل بتاعي واقدر ان انا اخد صلاحيات الادمن واعمل كل الحاجات اللي انا عايزها. لما اداني صاحبي ده اداني اكسز من الاكاونت الادمن للايميل بتاعي. انا اداني اكسز على ان انا بقى معاه او انا ادمن في الابل اكاونت بتاعه. لقيت ان انا مش عارف اعمل عشان ارجستر ايدنتفاير للاب بتاعي. فاتضح ان انا محتاج اكاونت الادمن نفسه عشان اعمل خطوطين. ركز معايا قوي. قوي. دي حاجة انا معلومة كانت جديدة علي وانا بقى اعمل بتاع ده. كنا على طول بيدوني اكسز يعني بقى في ايميل رئيسي. يديني اكسز من الايميل بتاعي انا وادخل انا اعمل كل حاجة. لما جيت اعمل ده ما نفعش. اتضح ان انا لازم افتح الايميل الاساسي الهولدر الاونر الايميل الاونر بتاع الابل اكاونت عشان اقدر ان انا اعمل خطوتين ما اعرفتش ان انا اعملهم. طب ايه الخطوتين? اول خطوة انا محتاج ادخل على اكاونت. فين? هنا. هنا. فوق اهو زي ما انت شايف. ابل دوت كوم اكاونت. طبعا مش ده الاكاونت. يعني فيه هنا انا ليه اكسز لحاجتين. مش ده. مش ده اللي انا يعني المفروض بان انا هنا مابقاش look-in عمر احمد ركز معايا مابقاش هنا look-in عمر احمد ابقى look-in بالأكاونت لدمن يعني اللي انا فتحه ده ايميلي انا اللي واحد اكسز. المفروض اعمل ايه? افتح الايميلي الهولدر الايميل الاوريجنال BET叔 من بتاعه الابل دولبر أكاونت. تهمل لا انا بقوله? طيب في اذا يمكن تعمل ايه? بتنزل هنا في الا 소 journée والايدات. ركز معايا ده اللي انا بقوللك دي الخطوات اللي انت تعملها يعني ترجستر الاب بتاعك وتقدر ان انت تربطه بالاب الديفولبر اكاونت وتقدر ان انت تدستربيوت تست فلايت الموضوع سهله بسيط جدا ايه مش محتاج اي افتكاسة هدخل على الايدنتفايرز دي من الاكاونت الاونر تاني عشان حد يجي اكتب لي كومنت يقول لي يا عمر انا خدت اكاونت من صاحبي وداني اكسز ودخلته مش عارفة عامل اللي انت بتعمله هقولها لك تالت لازم من الاكاونت الاونر مش اكاونت وااخد اكسز محتاج باقي يكتب لي الكومنت ده طيب هلاقي هنا في شوية حاجات زي ما انت شايف كده المفروض انا هعمل بلاس من الاكاونت الاونر رابع وهاجي هنا عند الاب ايديز انا ليه بأكد على حاجات زي كده انا مشوف كومنتات متخلفة بابقى فيديو باشرح او او بي باشرح سولد باشرح اي حاجة خلقة ربنا واعدة ستريس على حاجة اللي باقي تكتب لي كومنت يقين ان هو ما شافش الفيديو او هو ما شافش الحتة دي او كان بيلعب اويان كان اب ايديز اللي انا واقف عليها دي هنا اختارها واعمل كنتينيو واجه هنا اختار اب واعمل كنتينيو ركز بقى معايا في الاسكرين الجاية ركز معايا هنا بيقول لي ايه ركز معايا عشان ازحل عليك هنا دي شوية الخدمات اللي اب هيستخدمها لو الاب بيستخدم بيستخدم ديب لينكينج مش عارف كل الحاجات دي بتعملها تشيك لو الحاجات دي هو استخدمها نحن مش هنعمل اي حاجة الدسكريبشن دي اي حاجة تكتبها الدسكريبشن دي اي حاجة تكتبها فلاتر مش عارف ايه بلا بلا اي حاجة في الدسكريبشن الطب هتيجي هنا ركز بقى معي انا لما جيت أرجستر بالباند الاي دي بتاعي اي اي عمر الباند الايدي ده انا مش فاهم الباند الاي دي ده اللي هو الباكت جينين بتاعتك اللي هو كوم. ب kı 생embel لان البندل اللي كان موجود الديفولت كان كوم دوت عمر حاجة كده يعني ما نفقتش اعادت حاول اجرب اسماء ما نفقوش فقلت اعمل ايه قلت هروح هنا اختار الاسم الاول هنا مطرح ما نواف هنا وبعد ما اختار الاسم واكتب هنا وانزل هنا مش اختار حاجة هنا واجي هنا اعمل وبعد دي بقى في عاجة اسماء بعد ما اعمل قال لي ان الاب اي دي تمام بعد ما قال هنا ان البندل اي دي تمام رحت اغيرتو عندي يعني ما انا اعامل به الاول ايه جيت اجرب البندل اي دي العادي بتاعي جيت ان LongND يعني هو نا جيت اكتب هنا واجرب vegetables ما اكتبه وان التي يحصل انا له فينفق فاروحت رايح هناك مغير الحاجة عندي في الكود ورجعت اجرب اله نا غayoش ناكتب فاموش ينفق عملت اغير البندل اي دي فاقلت طب ليه طب انا اجي هنا اجرب ولو هنفق هنا اغيره عندي في الكود. فانا كتبته هنا وبعد ما نفق وعملت رجيستر روحت وغيرته عندي في الكود. استخدمت اللايبراري. اهو. هنا استخدمت اللايبراري اسمها رينيم. همسحها دلوقتي مش محتاجة. بدنا كومنده صغير جدا 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 جدا. الكومند ده. اهو. الكومند ده. رينيم ست باندل اي دي تارجت اي او اس فاليو كوم دوت عمر دوت فلاتر ادفانس دي. الباندل اللي اتقبلت. وخلاص همسح الابير دلوقتي مش عايزها ومعنديش فيها مشكلة. واخبالك معي. بعد ما اتقبل. بعد ما الكلام ده اتقبل وكان تمام بالنسبالي روحت اعمل روحت بعد ما اعملت هنا وكان تمام بالنسبالي روحت غيرته هناك. وبقت الدنيا بالنسبالي. تمام? وخلاص ومعنديش مشكلة. طب تاني خطو انا بعملها ايه? محتاج ان انا افتح اكسي كود هنا. ولما افتح اكسي كود هدوس على اكسي كود فوق هنا. واجه في الاكاونت اضيف الاكاونت الادمن. انا عندي بص بص ركز كده معنى عندي كم اكاونت على اكسي كود. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. ده الاكاونت بتاع كلاني صديقي. تحية لمحمد الكلاني صديقي اللي تبرع بالاكاونت بتاعك للعلم وللتعلم. شكرا كلاني على الاكاونت بتاعك انت ساعتنا يعني في البلايليست. تحية واجبة. كلاني صديقي من اشتر الاي او اس ديفولوبر زي ما اشتغلت معهم يعني فشكرا شكرا شكرا. طيب لما انا حاولت انا خليته يديني اكسي على الاكاونت اللي اسمه عمر احمد اكس اربعتاشر ات اي كلاود دوت كوم. ده الاكاونت بتاع البرسونال. لما هو اداني اكسي حاولت ان انا اربط ده ما نفعش. معيني اواخد اكسي ادمن يعني الاعلى اكسي اعلى صلاحيات انا اواخدها كادمن. ما نفعيتش برضو. امتى نفع وقدر نوع يربط لما دخلت الاكاونت بتاع الراجل. اداني الاي دي والباسورد دخلت بيهم. وبعت له هو كود. اداني الكود كتبته فدخلت. بعد ما دخلت بالاكاونت الادمن ده هاجي هنا على الساينين. انا واقف هنا على الرانار. وافتح على التارجت رانر اهو تحت. روحت على الساينينج اند كابيبليتيز. عن الساينينج اند كابيبليتيز. هنا اختار تيم. انا عندي اكتر من تيم لان انا فتح اكتر من اكاونت. اختارت تيم الاسمه محمد كلاني بتاع صديقي. وده البندل بتاعي كان زاير لي هنا حاجة يربط. يربط البرو فيزنج بروفايل بالابل اكاونت هناك بالاب بتاع اللي هنا. لان انا مدي له نفس البندل هنا هناك. فلنكهم في بعض ربطهم ببعض وخلاص. قال لي ساينينج سيرتيفكت ابل محمد كلاني ربط الدنيا ببعضها. بعد الخطوة دي عملت ايه? بعد الخطوة دي حاولت ان انا اعمل رن. عايز اعمل رن الاول اتأكد ان الدنيا تمام. فهطلع لي قرر. كان في قرر انا كنت نسيه ايه هو? ان انا بايدفلت عندي الايو اس بيرن من الليب مين. بيرن من الليب مين. فانا غيرتها لل اه اه بلد سيتنجز هنا اعتقد استنى. لب ايوة. بص شايف هنا تحت الحتة اللي تحت دي. الفلاتر تارجت. الفلاتر تارجت. كان بايدفلت دي مشكلة واجهتني. فانا بايدفلت كل دول واخدين لب داش اه سلاش مين. اللي هو بيقول ان البروجيكت بيرن لب مين. وانا عندي فيه مفيش لب مين. هنا اكسيكوت فين? اكسيكوت اهو. انا عندي فيه مين دفولوبمنت ومين بروداكشن. ومعنديش لب مين. فاروحت مغير الديفولوبمنت لب مين دفولوبمنت. البروداكشن مين بروداكشن. ده في الديباجو في الريليز. فزبطته. دي مشكلة وجدني. بعد ما زبطتها قبل ما اعمل وقبل ما ارفع وقبل ما اعمل اي حاجة. انا بقول لك حرفيا اللي انا عملته. عملت ران. وبعد ما عملت ران. اتأكدت البروجيكت راننج معي. خلاص. وكان تمو كان عندي كمان مشكلة في اي او اس ان انا عملت تحديس لاكسي كود. ومعنلتش تحديس للاي او اس بتاع السيميليتور. كان عندي سبعتاشر زيرو. قال يلازم تنزل سبعتاشر دوت اربعة. عشان يتمشى مع القضية اللي انا عملته في اكس كود. يعني الفيديو ده كنت اصور مبارح. انا بصور الفيديو ده النهاردة التلاتة ساعة ساعة ومصف. كنت اصور مبارح يوم الاتنين. لقيتني احمل دولوت سبعة جيجة. فافضل قاعد ساعة جنبهوم عامل كده. فما قاعدتش ساعة جنبهوم عامل كده. فقمت. فالفيديو ده كان المفروض يتصور مبارح. مفروض تصور من رمضان اصلا. بس بس. فبعد ما غيرت الاتنين دول وتأكدت ان كل حاجة تمام. رحت رايح هنا على بروديكت وقفت هنا فوق على بروديكت. ودست اركايف. اركايف دي بيعمل ايه? بيبدأ ان هو هنا يبيلد البروجيكت. خد بالك. انا لازم بقى فاتح اكس كود. يعني دلاتي بتكلم ان انا فاتح اكس كود. هيجي واحد يقول لي طب انا يا عمر عندي ويندوز وما عنديش ماك واللي انت بتقوله ده حلو وظريف ولطيف وانا بحترمه بس هيتعبني. اه هيتعبك. واه فعلا هتبقى قزمة. حتى لو انت عامل او هاكنتوش او اي حاجة هيبقى الموضوع مش حلو. طب في الحالة دي اعمل ايه? ممكن تعمل يعني ممكن تعمل فاست لين فاير بيس اب ديستربيوشن والديستربيوت ايو اس وبنفس الطريقة نصا بدون اي تغيير نفس اللي عملنا في اندرويد هتعمله في ايو اس وتقدر ترفع كحل بديل. بس لو انت معك ماك او في حد في التيم مع ماك افضل من الخبراتي الشخصية. تفضيل شخصي. تفضيل شخصي مش مش قاعدة يعني. ان احسن للايو اس. بعد ما رفعت طبعا كل دي مبارح كنتو بحاول ان انا العب في كم حاجة كده واركايف. بعد ما اجي هنا هعمل بعد ما انا عملت هنا بيفضل يحمل 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 شوية ثم بيجي هنا في الاب ستور كونكت تدخل على الاب ستور كونكت اب ستور كونكت دوت ابل دوت كوم ابس ده الاكاونت اهو محمد كلاني بس ده الاكاونت اللي انا عليه اكسز يعني لو قررت انا عمر احمد ده مش الادمن هنفتح الاكاونت بتاعي انا عمر احمد اللي واخد اكسز هتلاقي الاب هنا اسمه طبعا انا ما غيرتش اسم الاب ما عملتش اب ايكون ما عملتش اي حاجة انا جست برفع تست فلايت فقط لغير بس هنغير بقى اسم الاب ونديله اب ايكون ونحميه ونلبسه كل الكلام ده لما تدخل هنا هتلاقي في فوق هنا حاجة اسمها تست فلايت هدوس على تست فلايت هلاقي ان الفرجن اللي احنا كنا رفعينه ده لو واحد زير وتمانية المفروض ان هو هنا بيقول لي ركز بقى معاك بص مسين كومبلانس مسين كومبلانس دي انا هدوس على منيج عن حتة دي ما عملتاش حبيت ان انا عملها معاك هدوس على منيج دي هنا بيطلع لي بقول لي اب انكريبشن دوكيمنت دوكيمنتشن كل مرة بترفع تست فلايت بيطلع لك البتاع دي بيقولك ايه الالجريزمس اللي انت بتستخدمها في الاب بتاعك اللي اكبر الله عظم المغرب بيقزة يا رب دي يقول لي ايه الالجريزمس اللي انت بتستخدمها عندك دايما دايما بتاعمل لستاندارد انكريبشن دي تاني واحدة استاندارد انكريبشن الالجريزمس انستيد اوف او اديشان تو ناكست هيجي يقولك انت الاب بتاعك دايما هتستخدمه في فرنسا دومابيل عمر نو مش هاستخدمه في فرنسا نو بيبدأ هو يقول لي رادي تو تست طب حذر فهذر فين بقى بيظهر الكلام دا يا ام عمر اينا يظهر هزا الكلام يا عم عمر تعالا نشوف علفك انا مجربتوش والله يعني والله انا هدخل اشوف تست فلايت واشوفه نزل ولا لأ زي زيك بجد ما عملتش ده امبارح او كده. عايز افتح الاكاونت بتاعي. ها لسه ما جاليش هنا. يعني قال لي هنا بس لسه ما جاليش. اعتقد ان انا مفروض اضفني كتستر عشان يجيلي. واكتب هنا تعال لكده ممكن نقول له ايه? تستنج. ريليز. نوتس. فور. تست. تايم. تست. فلايت. بلد. وهنا الجروبس. التستر اللي انت عايز تضيفهم. there's no current اوكي. ماشي. عايز اضيف تستر. اضيف تستر من اين? حدي يقول لي. سيفنج. ماشي. سيفت البتاع ده. طيب. عايزين ننفايت حد بقني كريات جروب. تعان كريات جروب. جروب نيم. عمر. عمر زجانج. اضيف تستر. اضيف تستر. اضيف تستر. اضيف نفسي. اضفت نفسي كتستر. تستر المفروض يجيلي. يا ترى يا هل ترى. هفتح الميل عندي. انا بسوف هو على الموبايل. هفتح بشوف الا لحاجة زي كده. ايوة. جال يميل اهو. الساعة ستة ونص بيقول لي محمد الكلاني هزا. طبعا تستر المفروض لان الايميل مش موجود. اه سوري. الاب نيم مش موجود. مش عارف اتو شايفينها ميررد ولا شايفينها مظبوطة اهو. انا هدوس على الزرار اللي بالله زرق ده. دست على الزرار اللي اسمه. راح مطلع علي المنظر ده. مطلع علي المنظر ده. اهو. طبعا لسه ما سميناش الاب ولا عملنا الاب ايكون. كل ده هنعمله. اهو. وكاتب لي واتو تست. واتو تست دي اللي احنا كنا كبنا. اهي. اتمنى تبقوا شايفينها. دي التست نوت. اهي. الاب ديتيلز. الاب ديتيلز. اهو بيقول لي الاب ديتيلز. الريليس ديت بتاعه. الفرجن. اكسباير. امتى. كل حاجة. بص. مطلع علي كل حاجة بالفرجن دي بتاعت الاب هنا. انا هعمل. وهدوس اكسبت. انا عملت اكسبت. وهعمل انستول. هو بيعمل انستول اهو. بيحمل. بانستول الاب. اي بقى اوب ديت جديد ييجي. بيجي له نوتفكيشن. انا عملت اكسبت اول مرة من الميل. مش عمل اكسبت تاني من الميل. خلاص. انا بقيت تستر. كل مرة هجرفع هنا. هضفني كتستر. ان انا يجيلي. وقال لي هو اوبن. خلاص خلاص تحميل. هدوس على اوبن معاكو. اهو. دست على اوبن. فتح معايا. بعد ما فتح الاسبلاش بص راح مطلع لي ايه. قال لي فروم تفوليبر. وطو تست. طلق لي ريليز نوتس تاني. بعد الاسبلاش. قبل ما افتح الاب. قال لي فروم تفوليبر. وطو تست. ومن ديني تحت بوتن اسمه هدوس على نيكست. ستارت تستنج. فتح الاب معايا هو. على موبايلي. وده الريليز اهو زي ما انت شايف. وجميل. طب هاجينا بعد كده اعمل تست فلايت تاني. يعني انا. الفيتشار الجهة اللي احنا نشتغل عليها. لما نجي هنعمل ايه? هاجي هنا. بعد ما اخلص اللي انا عايزه هاجي هنا في الانفو هقدر انا اغير او اغير او اغير او اللي بنسميه واحد للماركتنج واحد فايوا اسم مش فاكر اسمقهم يعني في بغيرهم هغيرهم وفي واحد تاني مش فاكر اسمه ايه? والله مش فاكر هنعملهم مع بعض في الفيديوز الجاي يعني. اللي اتنين دول بغيرهم وبعد ما اغيرهم بتأكد ان البروشيكت رانين. رانينج وفي حاجة بقى مهمة. انا ما اقولتها لكش. انا وانا بقى اعمل اركايف انا عملت اركايف ديفولوبمنت. ممكن وانا واقف هنا. وانا واقف هنا على الدروب داون دي. ادوس عليها. واختار بروداكشن. وبعد ما اختار بروداكشن اعمل انا تقريبا اتكلمت على الحتة دي. واجي هنا في انا اعمل ان الاركايف ياركايف ان اركايف بروداكشن. ماشي. وقدرناها اخف انا عملت اركايف للرويلي ندفولوبمنت. انا لو عملت اركايف من شوية عملت اركايف ديفولوبمنت. حتى الاب اسمه الديفولوبمنت. الاب اللي احنا نزلناه. ه هقول اجدني ندخل على الاب سه, هبص اسمه ايه? ريليس ديفولوبمنت. طبعا لم يفعش يبقى اسمه لا يBeas وليس ولا. ولاSl دلكن ده هبقى اسمه بقى دوك دوك او ايا كان الاسم اللي احنا هنستقر عليه. وخيط بالك. والاب نزل معي اهو. اسمه موجود تحت اهو. اهو. هو ده. بس فا ده كان الفيديو بتاعتستي فلايت. انا كنت بحاول جاهز عن الفيديو ما يكبرش مني. الفيديو ما وصلش تلتة ساعة اهو الحمد لله. اللي بتاعته مش صعبة مش كتيرة بس عايزة حرص. وتبقى امركز انت بتعمل ايه فين? انا ببقى ان انت لو قادر او معاك ماك ترفع تستفلايت ارفع تستفلايت هرياح لك كتير 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 حتى لو واجعك مشكلة في الرفع. في ايو اس بالزات هيبقى احسن انت تعملها باكسي كود. دي ناصيحة مني. بس للي معهوش ماك او اللي مش عارف مع حدش في التيم مع ماك يقدر طبعا يعمل فاست لين مع ايو اس مع انا شخصيا عملت ده قبل كده. وزي ما كان فيفا الاندرويد وانا الاندرويد كان فيه اب ينزل على الاندرويد ديفايز وبقى انستول منه في نفس الكلام واب ينزلوا بتقينستول منه وسريقة ولذيز وسموث وكل حاجة انت ريفسك فيها حلو. بس خلص ده كان الفيديو خلصنا الاربع فيديوهات بتقلسوا اي سي دي الريلاتد با الفلاتر ادفانسد بلاي لست ان شاء الله الفيديو جاي هعمل ايه? هنبدأ بقى نشتغل على الاب خلص نشتغل على الفيتشرز بقى اللي فيه. بعد ما نعمل شوية يعني ممكن اعمل فيتشارين تلاتة هاخد ستوباية صغيرة كده وابدأ اعمل او اتكلم عن شوية يونة تستنج كده. عملنا كم حاجة تعالى نعمل لها يونة تستنج بقى ونشوف الدنيا فيه عامل ازاي. خلاص عملنا يونة تستنج لشوية حاجات تعالى بقى نكمل تيتشارز تانية. عشان نكفر كل التوبكس اللي احنا قلنا. هنعمل لها كفر. بس كده لو حد نفسه في اي حاجة او عايز اي حاجة سببوا لي كومنت وشكرا لكم. سلام عليكم.